بسم الله الرحمن الرحيم يا سين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على شراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم وافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعلاقهم أغلالا أغلالا فهي إلى الألقار فهم مقمهون واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأوشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحمر في الوغطى ونكتب ما قدموا وافرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واغرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ داه المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكلموهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليهم مرسلون قالوا ما أمتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحام منه شيء لنتم إلا تكلمون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاو المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مصرفون وجاء من نقص المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم مجرا وهم مهتدون وما لي لا أعمد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلية وي يردني الرحمن بذل إلا تغني عني شفاعتهم عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون في لدخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون بما وفر لي ربي وجعل لي من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من وجود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا شيخة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على الغباد ما يأتيهم من رسولهم إلا كانوا به يستهلون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون لأنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الله الميتة أحيينا وأخرجنا منها حبا فمنه يقلون واجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحانا الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومنهما لا يعلمون وآية اللوم الليل أسلق منه النار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك الأرجون القديم للشمس ينبغي له تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلكيء يسبحون وآية لهم أننا حملنا ذريتهم في الفلك المشهون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن شأن نغرفهم فلا صريق لهم فلا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاها الملاحين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأقيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مورغين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونتعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينذرون إلا شيخة واحدة تأخذهم وهم يقسمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فإذا هم من الأجدات إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا شيخة واحدة فإذا هم جميع لدينا مفقرون فاليوم لا تعلم نفسه شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواج في غلال على المرائك متكرون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرنون ألما هد إليكم يا بري آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم أدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أول منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تاكلون هذه جهنم التي كنتم كعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نقطم على أفاهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمصنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره الركس في الخلق فلا يعكمون وما علمناه الشعر وما ينظينه إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويفق القول على الكافير أولم يروا أنا خلقنا لهم مما ملت أيدينا عاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها بناف ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نسرهم وهم لهم جند مخضرون فلا يخزنك فولهم إنا نعلم ما يسرون وما يؤمنون أولم يرى الإنسان وذنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيب يبين وغرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي غميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأقضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماعة والأرض بقادر على أن يقلق مثلهم بلا وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا عراد شيئا أن يقول له كن فيقول فسبح هذا الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ومضع الميزان ألا تتغو في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجانق من مالهم من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما بردق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في الشأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها السخلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواذ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشفت السماء فكانت وردة كالدهان سبأي آلاء ربكما تكذبان سيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان سبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام سبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوصون بينها وبين حميم آن سبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مخام ربه جنتان سبأي آلاء ربكما تكذبان لواسى أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على فرش بطائلها من استبرق وجن الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يتمسن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان للغاقتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في القيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يتمسن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكين على رفرف خذر وعبقلي حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام